تبرعت لجنة الصليب الأحمر الصينية بـ 100 ألف دولار إلى نظيرتها اليونانية من أجل المساهمة في مساعدة المتضررين جراء الحرائق التي حصدت أرواحها 93 شخصا وأوضح وانك أن السلطة الصينية تثق في أنه من خلال الجهود المشتركة سيتجاوز المتضررون جراء الكارثة هذه الضائقة المؤقتة وسيعاودون بناء منازلهم ونحن نقف إلى جانبهم